وقفنا لما راد أبيل آية وهي طالع من عنده معتز بسم الله نبدأ حلقتنا راد راح نقال لجاسر وقال له على آية وجاسر لما سمع من را جزع على أسنانه وقال له يعني هي قالت لك كده ماشي انت اللي بدأت تلعب يا ابن شاب عز الدين هتشوف مين اللي هيكسب انا ولا انت اهدي يا جاسر انا بقول لك بس عشان تبقى سابق بخطوة انت عارف طول عمره ان هو سماوي على نفسه يا راعد مش ده اللي يلعب مع الوحش عارف اهدى بس علشان جرحك وفوق له بس بعد كده واحنا عناعرف هو عايز ايه بالزبط ماشي بس عايز اطلق منك طلب امر اللي انت عاوزه اعمله لك انا عايزك تشوف لحد يكون ضل الآية 24 ساعة ويكون زي ضلها حاضر من عيني يا حبيبي وعدة اسبوع وايا ما راحتش الجاسر خالص تتطمن عليه بس الجاسر عارف كل حاجة عنها من الشخص اللي بيرعي بها كل يوم والشخص اللي بيرعي بها كل يوم بيقدم له تقرير يومي عنها وجاسر بدأ يشفى من اسبته وحمزة ومالك واحمد غدروا المستشفى والبنات انشغلوا في اعمالهم في المستشفى والفرقة رجعت تاني لما كان اعمالهم بقيادة راحت لان جاسر لسه لم يتم شفاقه وما خرجش لسه من المستشفى والبنات كل واحدة فيهم بتجاهز لتقديم الماجستير وخصوصا ايا اللي معتز مهتم بيها اهتمام شخصي وبيشجعها وهي لانها بتحب مجال شغلها مبسوطة باهتمامه هم ما تعرفش ان اهتمامه ده ورا قره لها والجاسر وعد اسبوع كمان وايا والبنات بعده خالص عن الشباب ويعتبر علاقتهم مقطوعا ببعض وبالذات نور وشرقوا طؤة بسبب تحكمتهم وانرفزتهم وعصبيتهم معاهم وحمزة ومحمود واحمد هيجننوا لانهم مش عارفين ليه البنات وغدين جنب منهم وكل ما يحاولوا يكلموهم البنات يبايد عنهم ومش عايزين يحتكوا بيهم وفي مبنى وزارة الدفاع الفرقة موجودة مع اللوى محمود العمري وبيتابع التحقيقات مع ابو مصعب وبقي الخلية ومن كلام ابو مصعب عارفوا مين اللي وراهم والي عايزين يدمروا بلدنا وجيشنا وبعد ما خلصوا مع اللوى دخلوا من المكتب ورعد عاد على مكتبه وبقي الفرقة عاد حولين المكتب وكل واحد مشغول ببنت من البنات طبعا معدى مالك ورعد ومالك قال مالك يال انت وهو مالكهم كلا شايلين الهم كده الحب بهدلة البنات مطنشنهم صلاتي النبي احسن رعد بيدحك يا ابن انت ما شفتهمش عاملين ازاي الشبه الست اللي لسه متطلقة وقبل ما حد من الشباب يتكلم جاسر فتح الباب وقال رعد الحديدي بيدحك مش ممكن والشباب اتفاجوا بوجوده وقاموا وسلموا عليه ورعد بيقول له انت ليه خرجت من المستشفى انت ليست تعبان لا انا الحمد لله تمام انت عارف ان انا ما بحبش قارة المستشفيات اه ما انا عارف الحمد لله انك قمت بالسلامة وربنا ما يحرمنا منك الله يسلمك يا حبيبي اه قل لي رعد الحديدي كان بيدحك ليه بيدحك على حال حمزة واحمد ومحمود طب انتوا ليه ما عرفتوشهم مزاعرين منكم ليه لا للأسف وكل ما نحاول نكلمهم بيهربوا مننا لا 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 لازم تعرفوا ليه بيهربوا منكم وبعدوا ليه لو انتم بقين عليهم اه طبعا بقين عليهم ممكن اقول رأي انتوا بعصبيتكم ونرفزتكم هي دي اللي خلتهم يبعدوا عنكم انتوا ما شفتوش نفسكم لما كانوا بييجوا ويتطمنوا عليكم ولو لقوا دكتور وبيتكلموا معاه كنتوا بتتعاملوا ازاي معاهم دول دا كترة وتعاملهم مع زميلهم ومع المرضى دا شيء عادي بس لو كل واحد فيكم هيطلب منها تسيب مستقبلها علشان سيارتكم تتجوزهم يبقى تعرفوا ان العلاقة دي محكم عليها بالفشل وده رأيي عايزين تاخدوا به برحدكم ويراد اكد على كلام مالك وقال مالك بيتكلم صح ده الخدمة عامة وتعاملهم مع الناس دا شيء طبيعي ايا كان زميل او مرضى مدام بيتعاملوا بحدود وده الصراحة البنات لما يتعدوا حدودهم ابدا مع اي حد وياريت كل واحد فيكم يراجع نفسه قبل البنات ما يطروا منكم وانت يا جسر بالذات وانت عارف والشباب ما عدا مالك بيوزنوا كلام مالك ورعد وكل واحد فيهم خد قرار بخصوص البنات وقالوا بينهم وبين نفسهم ان البنات هيبقوا ملكهم مهما كانت الظروف نسيبهم بيفكروا يعملوا ايه ونروح للبنات نور قالت عرفت ان المقدم جسر الالفي سب المستشفى معقولة دا لسه لم يتم شفاءه وانت كنت تعرف يا اياه لا ما عرفش مش عايز اعرف هو حر هو انت ما شفتهش يا اياه لا من ساعة اللي حصل من ازبوين وما روحتش ولا مرة وكمان كنت مشغولة بتجهيز ورع الماجستير الدكتور معتز بيستعقلني علشان اخلصه بس يا اياه انا مش مطمنة للدكتور معتز بصراحة ازاي بعد ما كان بيغلط فينا وبيقولها لنا بيئة مرة واحدة تغير هو بقى حبيب يساعدك والبنات ايدوا كلام شروق وايه قالت انا مليت جاوب به انا اهم حاجة عندي ان اهتم بشغلي والماجستير وده اهم حاجة عندي غير كده هو مالوش حاجة عندي انا عارف حدودي معه ومع غيره واسبكم منه بقى ويلا نجهز علشان كل واحدة فينا اخدت الاجازة عايزين نروح بقى انه اسبوعين منفخين في المستشفى يلا نجهزوا علشان نتحرق تمام وكل واحدة راحت الاسم بتاعها وسلمت شغلها لزميلها وكمان ايا راحت وممرضة من الممرضات قالت لها دكتور معتز عايزي تمام هروح له وايه راحت مكتب دكتور معتز والسأزيني فاندم يا دكتور معتز حضرتك طلبت من الممرضة انه اجي لحضرتك خير خير يا دكتور ايا سلمت شغلك لزميلك وخلاص هتمشي يعني والله المستشفى هتبقى وحشة من غيرك ربنا يخليك يا دكتور المستشفى حلوة باللي فيها لا هي حلوة بك انتي افندم يا دكتور حضرتك بتقول ايه لا ما فيش يا دكتورة اجازة سعيدة شكرا لحضرتك ممكن استأذن فضلي وخرجت وهي ماشية بتقول دكتور مستفز ماله بسطه كده غريبة ليه بس انا مالي به انا استفد منه في مجال شغلي وماليش دعوة به دكتور لازك ومستفز وكل الكلام ده سمعه وحش الوحش وإذن بسط بس ازعلان انه هو زعل ملكة قلبه بس قال الاول يعرف الزفت معتز عايز منها ايه وايا وهيا والبنات سابوا المستشفى وروحوا بيوتهم وكانوا لابسين الزي الخاص بهم بالجيش المصري وطلبوا اوبر معادة حبيبة ركبت عربيتها واتحيلت عليهم تروحهم بس هم موافقوش وقالوا لها ان هي اتجاه وهم اتجاه تاني خالص وروحوا بيوتهم واول حد وصل بيته كانت شروق فتحت باب شقتها ولقت بابها قاعد بتفرج على التلفزيون واول ما سمعتك كت المفتاح عارف ان شروق رجعت واول ما شافها فتحت درعاته لها وهي رمت شنطتها وجرت على حضنه وبتعي وحشت ان اوي يا باب مفتقدك اوي وانت يا قلب ابوك بس اهل جمال ده حضرة الزبط حضرتك اللاني الجميلة هي نناني من جوه ربنا يحميك واسطرها معك يا بنتي واشوفك بفستان الفرح شكلك عايز تخلص مني يا حمادة بس مين ده انا قاعد على قلب انت جوه قلبي ومن قالك ان انا عايز اخلص منك ده اللي هيجي يتجوزك هقوله تعودوا معايا ده انت بنت حبيبة قلبي وبنت عمري وارح من جوه حبيبي يا بابا وانا مقدرش اسيبك يا قلبي وانروح لمكان تاني في شق التقى رنت جرس الباب والباب اتفتح وكان اول واحد يستقبلها كان ادهم اخوها توتا حبيبة قلبي وحشتين اوي يا بنت الغبة دي كلها ابي ادهم هو حضرتك وحشتين اوي ما عليش بقى ما هو ده النظام هنعمل ايه بس عسل يا توتا ببدلة الجيش دي امر يا روحي حبيبي يا ابي ربنا يخلك لي امه البابا وماما فيه ماما في المطبخ وبابا مريح لحد ماما تجاهز الغداء يا ماما ماما تعالي بسرعة ومامته خرجت ولسه هتكمل لقى التقى لابسة لبس الجيش المصري ومش مصدقة اني دي التقى البنت الصغيرة بقت دكتورة لا وكمان بقت زابط في الجيش المصري وعنيها اتملت بالدموع وبسط لها وبس يا ماما هو انا مش وحسكي ولا ايه في انتع لي اخرت صبري وحشتيني وجريت على مامتها واترمت في حضنها وعيطت هي ومامتها وادهم قال لهم وربنا ستات نكت ليه العياط بقى ونادى على بابا وابوه كان سامع دوشة ويركز وارف ان تقى بنته جات وقام وخرج لانها كانت وحشاة تعال يا سي بابا شوف ماما وتقى من ساعة ما شافوا بعض وهم بيعيطوا وانا بقول لهم انتوا ستات نكت عندي حق ولا لا لا طبعا ما عندكش حق هو في زي مامتك واختك دول هم المنورين حياتنا والتقى خرجت من حضن امها وجريت على باباها وقالت له حبيبي يا بابا ربنا يخلك لي وما يحرمنيش منك ولا من ماما ولا من ابي ادها امين ولا منك يا توتا ايه بقى يا حضة الظاب التقى وعملوا التحية العسكرية وفضلوا يضحكوا وينسيبهم ونروح لمجنونة الرواية اللي وحشتني انا شخصية نور وصلت على باب شاقتها وبتخبط تخبيط مخبرين وامها واختها اتخضوا من صوت الخبط من اللي بيخبط كده ونور بس مغير صوتها ده بيت الملازم نور احمد الجندي لا لا ما نعرفش حد بالاسم ده ونور بسطواتي هارسوي ام اتبرت مني طب ده منزل الاستاذ احمد الجندي اه هو منزل احمد الجندي طب يبقى ده منزل نور احمد الجندي افتح حضرتك وامها راحت فتحت الباب ولقت نور قدامها وبتقول لها بتتبر مني يا مريم وامها تنحت شوية هو انت يا جزمة اللي عامل فيه المقلب ده اه انا وايه جزمة دي يا مريم انا دلوقتي بقيت حضرت الزابط نور احمد الجندي والمفروض تحترميني شوية ولا يا بابا انت وملك لازم تمام وانا دخلة وتمام وانا خارجة وهي بتتكلم ام هدت لها بالقفة ليه يا اختي فكرة نفسك عسكر مرور ونور مسك افاها اه يا مريم ايه معاملة مرات الاب دي انا اشك فيك فين قلب الام اول ما تشوف بنتها طول لها قلب مام وعن مام ايه مفيش لا كان فيه خلص يا رحمي بابا وانت زيها ولا كان وخلص لا يا قلبي تعالي في حضني وحشاني يا نورة قلبي حبيبي يا بابا وربنا بس حضرتك متأكد ان الست دي امي بدأت اشك فيها انا عايز اعمل تحليل دي ان ايه من غير ما تعملي يا اختي انا مرات ابوكي عندك اعتراض وانا قدر يا كبيرة ده انت فقراسي ايوا كده الناس ما بيجيش اللي بالعين الحمرة وضحكت ضحكة شريرة وسبتهم ومشت ونور قالت حمادة الست دي امي وابوها بيهز دماغه وفتصان على روحه من الضحك وبيقول لها ايوا وربنا انا بدأت اشك طب وانت يا ملك مش نويات قليلي وحشتني طبعا وحشاني بس انا بحب اتفرج عليك انت وماما وربنا احلى في المكهودي ولعيد كافز داسي الابعد من مريم ليه يا جازمة شايفان امان السيد قدامك ولا ايه لا حول ولا قوة الا بالله يا حجة يا ست الستات ارحميني وارحم البيت شوية يا ماما يا ماما حرم عليك وربنا هو في ايه كله ضرب ضربة على الافة تصدق يا بنت يا نور انا بدأت اشكهني كما بدأتي انا شكيت خلاص خلاص بقى بنات ويراح عند امراته واخدها في حضنه وقال لهم امكم دي اطيب واحن ام في الكون كله ومش هتلاقوا حد يحبكم قده وها بتحب تنقركم لانكم كل حياتها وي مريم مبسوطة من كلام احمد وبتقول له ربنا يخليك لي يا حبيبي ولبناتك ويخليك يا قلبي ويخلي البنات ونفرح بهم وبولدهم ومريم لسه هتكلم نور ايوا بقى هو بتسقف بايدها الحب بولع في الدرة يا عمنا هو انت يا برنسيسة خلي بالكم فيهنا سناجل هو في حد قالك تبقي سنجولا يا اختي حضرت الكل شوية ترفض عريز هم دول عرسان يا ماما دول عهاد وشوية وسرحت في حمزة وما فقتش إلا لما أمها هزتها انت يا بيت يا نور رحت فيه ها لا ما رحتش انا هو متأكدة او متأكدة مريم جهز الاكل وانت يا نور رح اغيره هدومك وتعال عشان نتغدى يا ست الملازم يا نور تعالي في حد نيابة وحشتين كفارة يا ست الكل كنت غايبة عني فين كنت موجودة يا رحمك نفسي تكمل جرأة الحنان للآخر وهتصدقه صراحة لا ونور جريت وهي بتقولها جهز الاكل يا مريم ميتة من الجوع انا مجاهزة حقبا ما تغيري هدومك هيكون انا رصة الاطباق انا وملك ماشي يا مريم يا عسل انتي واحدة فيتها بوسة وينسبهم ونروح لأيا واسراء دخلت أيا واسراء شقتهم وندعوا على مامتهم يا رحوم انتي فين يا عمر ومامتهم كانت في المطبخ وخرجت جري لما سمعت صوتهم حبايب قال باللي وحشوني يا بنت الغيبة دي كلها بقالك اسبوعين يا ايا انتي واسراء ما انت عارف يا ماما النظام كده وكمان انت عارف فرقتنا كان فيهم مصابين وكان لازم نبقى معهم في المستشفى وانتي نسيت ان بناتك دكتر بدرجة زبط ولا يا ماما ومامتهم خدت بالها ان بناتها لبسين لبس الجيش وكانوا امرات وقالت لهم لو اكبر عليكم ما شاء الله امرت يا حبيبي اموال بابا ومستفى فين يا ماما بابا جوه مريح لحد ما جاهز الغداء ومصطفى على وصول عندهم حضرات ادخلوا وغيروا ماشي يا ماما ولسه دخلين قضتهم دخل مصطفى من باب الشقة وشاف اخواته اللي كانوا وحشين قوي ودخل جاري عليهم ويسلم عليهم وقال لهم وعشتنوا كتير وانت قدرش اعمل ايه باش مهندس في كلية تمام الحمد لله بس انتم حلوين او في لبسكم ده ده انت اللي عيونك حلو يا حبيبي ربنا يخلقوا البعض يا حبيب قلبي امين ويخلقوا لنا يا ماما انت وبابا وباباهم سماستهم وخرج وحشتني يا بنات والبنات لفوا على الصوت بابا حبيبي ويجريوا عليه ودخلوا في حضنه وسلموا كتير ودخلوا غيروا هدمهم وخرجوا قعدوا في جوه اسري جميل وقال لهم انهم موقدين اسبوع وكمان هيجهزوا ورقهم لتقديم الماجستير بالتوفي يا حبيبي وانسيبهم ونروح للوحوش في فيلا احمد والجاسر الالفي جاسر وعيلتو قاعدين بيت غدو واحمد فتح كلام مع بابا انا عايز اتجوز بجد يا احمد من البنات اللي شفتهم في المستشفى صح؟ ايوة ست الكل مين فيهم بقى يا ابي بصراحة كلهم حلوين على فكرة انا عارفة واحدة منهم اوعى تكون هي مين يا ميوش نور يا ابي اخت صحبتي لا يا ميوش دي واحدة تانية مين يا ابي تقى يا ميوش واحمد بص البابا وقال له ساكت لا يا سادة اللوة انا ساكت لما تحقق يخلص انت مش شايف اختك ومنطك فاتح وتحقق معك قلت لما يخلصوا معك باكده يا فاروق باكده علشان عايزة تطمن عليهم مش نفسك في احفاد تلعب معهم وانا قلت حاجة يا هناء يا حبيبتي اكيد وطبعا مش هتطلب تتجوز لما تكون واثق في قرارك وانت مش صغير واكد عارف كل حاجة عن اللي انت عايز تخطبها صح ولا ايه اكيد يا بابا بس طبعا سيادة اللوة والامر بتاعنا يكونوا موافقين موافقين يا سيدي شوفي الوقت اللي يناسبهم واحنا نروح نطبها لك حبيبي يا ساتة اللوة ويراح على ممطوه وبس ايدها ورسها حبيبي تقلبي يا نوقة عبالك يا ميوش انت واماني واماني جاية من برا بتجيب في سيرتي انا يا موني بقول لها عبالك انت واماني اللي في ايه اصلا يا ويت اخطب بجد مبروك يا حبيبي مين بقى وقبل ما يرد ما يردت بنوتة من الدكاترة اللي كانوا وقفين ساعة مكان ابي جاسر في العناية صح من فيهم بقى يا احمد انا عارفاهم وبصراحة بنت محترمة وزي العسل وخصوصا الامر تقى هي تقى يا موني مبروك يا حبيبي انا عارفاها من زمان ما هي اخت ادهم زميلي في الجمع ودلوقتي في الشركة انت ساجت لها جاسر والجاسر كان في دنيا تانية ومش عارف ياخد قرار زي اخو مفيش يا حبيبي انت عارف رأيي ومبروك يا حبيبي تقى بنت حلال ربنا يسألك ويفرح قلبك يا حبيبي حبيبي اوحش واحدا وبعد او بلك انت كمان مع السيادة الملازم اول الاية تسلم يا حبيبي وينسيبهم بيبركوا لاحمد ونروح لحمزة حمزة وهو قاعد مع بابا ومامته واخته وقف مرة واحدة وتكلم بصوت علي وابوه ومامته تخده وابوه ومامته تخده من صوته وابوه وقف ودله افا طلع من ودنه اه يا بابا افايا اشتاكى من حضرتك وعلى فكرة انا ظابط ها ظابط لو حضرتك يعني مش واخد بالك يعني انت تخدنا وتقول لنا ظابط لا يا حبيبي انت ظابط على نفسك مش علينا وامو واخته ميتين على نفسهم الدح وحمزة قال اه اضحكي ما هو يضرب وانت تضحكي يلا منه له بتدعي على مين يا واد انا وربنا ما حصل ايه دا كده يا حاج وخلينا اقول الكلمتين دول بتوعي بص كده صلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام انا عايز اتجوز وامو بتزغرت حبيبة قلبي يا ففا ولد مش قلت بطلة لالحة قدامي وربنا دي امي انا مش عارف انت مش عايز تكطنع لها ان هي امي امي مين يا شحط انت دي اصغر منك بعضلاتك دي ففا ليه بتاعت انا وبس ويراح عليها واخدها في حضنه وحمزة ولوجي تيرارارا الحب ولا في الدرة اللي متغاز مننا يعمل زينا وامو بتضحكوا بس وحمزة قال ما انا بقول ايه من الصبح انا عايزة تجوز انا عايزة تجوز يا جدعان هي او مجنونة بس بحبها ودوبت في حبها اف يعني انتو اللي اتنين مجنين اي نعم وهنجنينك يا فري ونجيب لك احفات حلوين تلعب معهم انت وففا ايه رأيك طبعا موافق ده يوم المونة لما شوفك عريس وايه بقى ليه منك احفاد حبيب يا بابا وانت رأيك ايه ماما حد نعرفه يا ابني مش عارف بس هي من الفرقة بتاعتنا وكمان دكتورة في المستشفى اللي كنت فيها انا شفتهم من فيهم يا حمزة انا شفت ست بنات ايا ولا اسرق ولا حبيبة ولا تقا ولا شرق ولا نور نور يا ماما الله الدكتورة نور دي عسل وسكر حبيبة قلبي يا لوجي ان شاء الله يخليكي هي بتشكر فيك يا بارد بتشكر في الدكتورة ماهنا والدكتورة واحد بص بقى يا فري انا اخد معادي من باباها ونروح عشان اتجوز على طول جواز كده على طول ايوة طبعا ولسه عرفها من عرفتها وعرفت جنانها وخلاص خلصنا لسه هنضيع وقت في الخطوبة ده انت واقع بقى او الله يا فري يا اخويا من ساعة ما شفتها وانا وقعت في حبها وقلبي دايب من جنانها الف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا رب ايه استو لحد هنا ونكمل بكرة اشوفكم في امان الله بس استنوا قبل ما تمشون ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة اللي لسه مشتركش مع تفعيل الجرس دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة